بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أرحب بكم أصدقائي بالمحاضرة الثالثة من محاضرات الميديكال فيزيكس واللي عنوانها البروتون بيم ثيرابي بداية رح نشوف التوبيك أوتلاين مالة المحاضرة يقول لك The following topics will be discussed in this lecture أول شي رح ناخد مقدمة أو basic physics يعني شغلات فيزيائية عن عالية العمل لبروتون بيم ديفايسز بعدين رح ندرس البروتون أكسلريتر اللي هي الأجهزة اللي رح نستعملها بالعلاج والبيم ديليفوري سيستمز أخير شي مثل ما نلاحظ هذا هو الجهاز الخاص بالبروتون بيم ثيرابي اللي خاص بشركة برو بيم وهس رح نجي نسولف عليه بالمحاضرة أول شي نبدأ بال basic physics بالسلايد الأول يقول لك According to the big bang theory البيغ bang theory هي نظرية الانفجار العظيم أنه الكون صار من انفجار واحد وانتشرت المادة hydrogen was the first element to form in the universe ما ما يقول لك الhydrogen هو أول أنصر تشكل بالمجرة proton is the nucleus of the hydrogen atom إحنا مثل ما نعرف الhydrogen atom هو يحتوي إلكترون واحد فقط وبروتون واحد فقط وعدد الذري واحد يتكري زيونة positive charge هذا البروتون هاي شحنة البروتون 1.6 في 10 أسالب 19 كولومب اللي هي نفس شحنة الإلكترون لكن موجبة and has a mass of 1.6 في 10 أسالب 27 كيلوغرام هذا الماس من البروتون هو تقريبا أكبر 1840 مرة من ماس الإلكترون the existence of proton was first demonstrated منه اللي اكتشف البروتون يقول لك Ernest Rutherford in 1919 Rutherford هو أول عالم اكتشف البروتون هنا رح يجي يسولف لنا على nature of the particle اللي هو البروتون يعني رح يسولف لنا عن طبيعة البروتون شنو يقول proton is the most stable particle يعني البروتون هو أكثر يعني particle مستقر بالنواة half life مالته هو الوقت اللازم لنصف العنصر أو الجزائي حتى يتحلل لذلك اسمه بالهاف لايف فالهاف لايف of greater than يعني مالبروتون الهاف لايف ماته أكثر من 1032 سنة فالبروتون يحتاج أكثر من 1032 سنة حتى يتحلل نصفه لذلك الهاف لايف مالتهل قد and the case من يتحلل يتحلل إلى شنو يتحلل إلى neutron a positron البوزترون هو المضاد مال الالكترون يعني الالكترون مو سالب البوزترون موجب and a neutrino النيوترينو هو جزئ صغير جدا يكاد الماس مالته يكون zero وما يحمل أي شحنة هنا رح نجي نسالف على البروتون انتراكشنز البروتونات رح يعني يصير بيها انتراكشنز ويباقي المواد المحيطة بيها من تتحرك ثرو اميديوم يعني as protons travel through a medium من تتحرك البروتونات خلال فد وسط معين they interact with atomic electrons رح يعني يصير بيها انتراكشن او تتفاعل ويها الالكترونات مال الاتومز المحيطة بيها and atomic nuclei كذلك رح تتفاعل ويها يصير بيها انتراكشن ويها النيوكلياس مال هذن الاتومات of the medium يعني عسى رح تتفاعل ويها الالكترونات ويها النيوكلي ويها النيوكلياس مال هذن الاتومات of the medium شون تتفاعلواها through coulomb force coulomb force احنا درستاها بثالث متوسط هي طاقة تكون بين الشحنات الشحنات اذا كانت موجبة بموجبة تتنافر وذا كانت سالبة بموجبة تتجاذب وقانون طاقة coulomb هو f12 يعني من الشحنة الاولى للثانية هي نفسها f21 من الشحنة الثانية للأولى وتساوينا k هذا ثابت coulomb q1 قيمة الشحنة الاولى q2 قيمة الشحنة الثانية على r تربيع r هي distance بين الشحنتين هذا قانون coulomb force حس راح نجي نسولف على فتشي اسمه stopping power وهذا شي جديدة هنا ما سامعين بي سابقا stopping power هو the average rate of energy loss of a particle per unit path length in a medium معناها هو المعدل لفقدان الطاقة لجزء معين per unit path length لوحدة المسافة في وسط معين معناها البارتكلز مو تتحرك خلال وسط معين كل ما تتحرك راح تفقد جزء من طاقتها وهذا الفقدان بالطاقة يسمى stopping power وفقدان الطاقة يكون بطريقتين اما على شكل يعني البارتكل نفسه يضطي طاقته كاشعاع او بسبب الاستدامات باللكترونات المحيطة بيها والنيوكلي مثل ما قلنا بالبروتون انتراكشنز the linear stopping power هذا هو رمز المشتقة يعني السالب هو مثل ما نشوف سالب مشتقة الانرجي هي d e على d x معناها المشتقة و e معناها قاعد نشتق الانرجي is measured in the unit راح يقول لك linear stopping power اللي هي هاية نرمزلها بال s is measured in the units of mega volt على سنتيمتر mega electron volt على سنتيمتر هنا نقدر نكتبها نحط خط كسر يعني mega electron volt وخط كسر سنتيمتر جو او نقدر نكتبها بهالطريقة يعني نضرب mega electron volt في سنتيمتر والسالب واحد نفس شي فهذا اللي صار عندنا stopping power هو average rate of energy loss يعني المعدل لفقدان الطاقة of a particle per unit path length معناها فقدان الطاقة لجزء معين لوحدة المسافة في وسط معين يتسمى بالstopping power نرمزلها s وهذا قانونها لازم نحفظه هو سهل بمجرد سالب وتشتق الأنرجي وتنقاص بوحدة الميجا الكترون فولت على سنتيمتر هنا رح يقول لك related to the stopping power أكوفت شي آخر متعلق بالstopping power إزدي linear energy transfer أو يرمزلها بال L-E-T linear energy transfer احنا مو قلنا practical بالstopping power من يتحرك رح يفق طاقته زين هاي الطاقة وين تروح أكيد رح يصير لها transfer transfer وين رح تتحول للميديوم فس أشوف شي يقول لك يقول لك L-E-T is the energy transfer to the medium per unit pathlink الparticle من يفق طاقته رح تتحول إلى الميديوم القاعد يتحرك بي and is usually expressed هنا هاي الوحدة مالتها الوحدة مالتها مثل نفس هاي الحالة نقدر نكتبها Kilo electron volt على micrometer يعني نحط خط كسر وننزل الميكرو متر جو in water هاي بالماء L-E-T اللي سولفنا عليها linear energy transfer رح نستفاد من عدها بتحديد range ما البارتكل لاحقا يعني إشقد هذا البارتكل يقدر يتحرك بداخل المادة إشقد يقدر يقطع مسافة شون رح يكون الباث مالت هل هو متعرج أم هو عدل فهي مثل ما نشوف هنا كاتب اللو L-E-T عادة البارتكل اللي بيها اللو ش اسم linear energy transfer اللي هي الإلكترونات لو لاحظ الإلكترونات هي تكون حركتها يعني طويل لكن range مالتها قصير يعني ما تقدر تخترق المادة بشكل كبير بينما ال هاي L-E-T اللي هي مثلا البروتونات أو alpha particles ال-path length مالتها هو نفس range يعني تتحرك بخط مستقيم الرنج مالتها يكون عالي هس راح نجي نشوفها بالسلايدات القادمة همين نسولف عليها بتفصيل أكثر بالسلايد اللي بعده راح يجي يسولف لنا على فتشي اسمه mass stopping power اللي هو S عليه هذا الرمز رو is inversely proportional to the square of velocity of the particle معناه هو inversely proportional معناه يتناسب عكسيا مع مربع السرعة velocity of the particle مربع سرعة ال particle نفسه هذا القانون لو نشوف ال-S مثلا ما قلنا قبل شوية هو سالب d-e على dx فأما تكتب هيد شي وتقول يتناسب مع واحد على velocity تربيع أو تكتب بهذه الطريقة تفتح ال-S تكتب انه هي d مشتقة ال-Energy هنا يقول as the particle loses energy يعني كلما ال-particle يفقد جزء من طاقته it slows down إنه هو تناسب طر d يعني كلما ال-particle يتقل طاقته بعد ما يقدر يمشي أكثر slows down يتقل سرعته and the rate of energy loss per unit path length increases rate of energy loss هو stopping power سؤلثنا عليه بطبيعة كلما تقل الطاقة مع ال-particle يزيد معدل فقدان الطاقة لأنه تناسب عكسي يعني كلما الطاقة قلت يزيد فقدان الطاقة تنتهت ال-particle velocity approaches zero near the end of its range لما ال-particle velocity تقترب من zero بالقرب من نهاية الرange ما للمسافة اللي يقدر يقطعها the rate of energy loss becomes maximum يعني المعدل فقدان الطاقة راح يكون أعلى شي maximum amount لأن خلص هو particle اقترب من يعني كل ال-energy ما لتنتهت خلصت فال-rate of energy loss راح يكون maximum بالسلايد الوراء راح يشرح لنا على particle range نحن سؤلف نعلي particle range هو شكد المسافة اللي يقدر يقطعها الالكترون بداخل المادة مو الالكترون عفوان ال-particle كأن يكون الكترون بروتون alpha particle أي شي فال-particle range هو range of a charged particle of kinetic energy وهذا can be calculated from the inverse of stopping power as a function of energy ال-inverse function ساعدنا الفنكشن العادية تنطيها مدخلات هاي الفنكشن مثلا ننطيها تفاح طل لأنه ليمون ال-inverse مع هاي الفنكشن تاخذ الليمون تراجع تفاح هاي مبدأ ال-inverse function فهنا شي يقول لك يقول لك ال-particle range نقدر نحسبه من خلال ال-inverse of stopping power هذا stopping power اللي هتشان عليه اللي هو مشتقة ال-energy سالب مشتقة ال-energy من خلال inverse مالته نقدر نحسب particle range فهسا لو نعتبر هاي المساحة احنا عندنا التكامل مثل ما نعرف لحساب المساحات لو نعتبر هاي المساحة هي stopping power فال-inverse مالتها اللي هي هاي المساحة هي مال particle range هنا راح يكون particle range فهذا قانون R اللي هو particle range يساوي انه تكامل من صفر الى T تكامل محدد وهذا ال-function ال-inverse function هذا الرمز مالتها السالب واحد ماللاحظ واحد على مشتقة ال-energy اللي هي stopping power وهذا DX مالتكامل حس بهذا السلايد راح نجي نسولف على مبدأ جديد اسمه Brock Peak ال-Brock Peak هسا خلنشوف شكلها هاي ال-Brock Peak فلو لاحظ تكون في Peak حاد هسا راح نسولف شنية Brock Peak The Depth Dose Distribution يعني معناها توزيع الدوز حسب العمق اللي اخترق ال-particle داخل التشيو مالتنا follows the rate of energy loss in a medium يعني يعتمد على rate of energy loss in a medium يعني كل ما ال-energy loss صار اكثر Depth Dose Distribution صار يعني قريب للسطح ما يكدر يخترق هواي for a mono energetic proton beam يعني ل دس راح نحشي على proton beam حصرا there is a slow increase in the dose with depth initially سمثل ما لاحظ هاي Brock Peak ما البروتون هاي الحمرة راح نلاحظ slow increase بالdepth followed by a sharp increase near the end of range هنا البروتون مثل ما لاحظ هذا range هنا بالمليمتر دين قاس من اقترب لنهاية range صار اكو sharp increase بالدوز بالدوز دوز مالتنا ارتفع بشكل كبير this sharp increase or peak in the dose deposition at the end of particle range is called the Brock peak معناها هاي البيك هاي القمة اللي صارت near the end of range ما البارتكل تسمى بالبراك بيك اللي هي هنا بالضبط تصير البراك بيك البراك بيك شنو فاعدتها رح نستفاد منها بطريقة عملية خل نفرض اكو تيومر اهنا الرينج مالته اهنا صاير فاحنا ليش اه سلو نلاحظ بالفوتونات اللي درسناها اه تشمل درسناها محاضرة ال IGRT والSBRT يعني الاشعاع الطبيعي لو نلاحظ الدوز هذا الدوز هنا الدوز رح يكون عالي اول ما يدخل للتشو الى حد ما يوصل لهنا من يوصل لهنا رح يكون قليل للبارتكل للتيومر اللي احنا نريده هذا التيومر مالتنا فبدال ما تصير هاي العملية وهذا هنا كله تشو سليم هنا هاي تشو سليم ياخذ دوز عالي رح نستفاد من البراك فيك نحددها بطريقة معينة بحيث تصير بالضبط على التيومر بحيث هنا منطقة تلتشو سليم رح تاخذ دوز قليل لو نلاحظ 20% من نوصل للتيومر رح يزيد الدوز يوصل تقريبا 100% لو نلاحظ الدوز اعلى شي 100% عند التيومر بعد ما نعبر التيومر هاي المنطقة لو نلاحظ الدوز نزل هبط هبوط سريع كأنما ماكو دوز فهي هاي الفائدة الحقيقية من البراك فيك رح نستفاد منعدها حتى نحدد بالضبط وين تكون أعلى دوز يوصل للتيومر قبلها وبعدها رح يكون الدوز قليل قبلها الدوز أقل لكن مو معدوم بعد البراك بس نعبرها تقريبا الدوز ينعدم يوصل للصفر فهي هاي فائدتها وهذا فرق البروتون بيم ثرابي عن يعني الرادييشن ثرابي الطبيعي لو نشوف هنا من يعبر الفوتونات من تعبر التيومر يبقى بعدها بهدوز عالي هنا تقريبا 50% إلى 30% يبقى فراح تصيب هواية من التشيو السليم هنا شي يقول لك تبروفايد وايدر ديفث كفريج بس احنا التيومر مالتنا نقطة خلنفرض التيومر مالتنا هلقد مكانه من المية للميتين زي نحنا لو نلاحظ البراك فيك مالتنا صايرة بمكان واحد هنا بهاي الحالة شو راح نعالجها براك بيك نقدر براك بيك نسويها بهالشكل تكون على قيد هاي المنطق كلها بهذا الشكل شلون باي سوبر بوزيشن سوبر بوزيشن يعني تراكب او تشاكب يعني واحدة تصير فوق اللخ راح يجيبون عدة بيم سنلاحظ هذا البيم الاول الثاني الثالث الرابع different energies بيها energy energies مختلفة تتراكب واحدة باللخ تيس بيم راح يكون لنه spread out براك بيك الاس أو بي بيم لنلاحظ بسبب تراكب لن الموجود هاي كلها صارت لبراك بيك فاذا عدنا تيومور منطقته من نائل هنا راح ياخذ دوز كامل 100% بعدها أو قبلها راح يكون الدوز أقل SOBP بيم 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 منطقة منطقة ورنج يعني بيم منطقة 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 راح تتكون من البيم هذا الأخير حتى يغطينا المنطقة الأخيرة من التيومور ورنج منطقة منطقة ورنج وضع بيم 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 منطقة نحن مو قلنا هذا بيم هو الأخير اللي غطي المنطقة البعيدة من التيومور هذا شنضيف له نضيف بيم 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 شوف راح نضيف لها بيم واحدة اثنين اكتر من واحدة and intensity يعني نقلل الانرجي مالتها والشدة بيم بيم لكبر البروكسي مالبورشن البروكسي نغطي أول مرة الديستال بورشل ونضيف لبيم أصغر من عنده حتى نغطي منطقة اللي بين البروكسيمال والديستال وآخر شيء البيم هذي يغطينا المنطقة القريبة اللي هي البروكسيمال بورشل بيوند براك بيك SOBP The depth dose curve drops off sharply to zero dose value مثل ما قلنا وراء البروك بيك راح تنحدر إلى تقريبا للزيرو هنا هذي أيضا راح نجي نسولف على البروك بيك فلو نلاحظ هنا الدوز يكون قليل يرتفع منطقة البروك بيك ثم ينحدر للزيرو هنا هاي عدنا الشي اسمه SOBP لو نلاحظ البروك بيك صارت spread out وبعدها تنتهي توصل للزيرو هس بعدها راح نجي نسولف على البروتون accelerators هس نجي نسولف على البروتون accelerators بيها أربع عنوار راح ندرس فقط ثلين من عدهن clinical proton accelerators عندي يعني الانرجي مالدهن الرانج من 260 250 ميجا الكترون فولت هذا الانرجي رانج ما الكلينيكال proton accelerators which include السايكلوترونز سراح نجي نشرحها والسينكروترونز و high gradient electrostatic accelerators هاي بعدها under development يعني قيد التطوير وال laser plasma particle accelerators اللي هي أيضا تحت التطوير بعدها وهي صورهن عدنا هذا السايكلوترون هذا السينكروترون اللي هو يكون يعني داخل هاي البناية عدنا هذا high gradient electrostatic accelerator وآخر شي laser plasma particle accelerator هذا ودهن اثنين بعدها قيد التطوير يعني ما قاعد يستعملوهن هسه راح نجي نسولف على أول نوع اللي هو السايكلوترون يقول لك this schematic of cyclotron operation is shown in the figure 26.3 هذا الفجر هسه راح نجي نسولف عليه شنو هاذ الفجر هسه راح نجي نسولف على طريقة عمل للسايكلوترون principle of cyclotron operation قبل لا نقرأ هذا الكلام المكتوب هنانا خلنشوف هذا الفيديو حتى نفتهم طريقة عمل السايكلوترون بالضبط وشوان قاعد تصير هنا لو نقرأ بالشراح بالبداية كاتب انه positively charged particles protons or neutrons اللي هي تتكون من proton و neutron injected at the center of the two d's ال two d's هنا ذني هنا عبارة عن two conducting metal plates يعني بليتات معدنية تكون موصلة وتسميت بال two d's لأن هي مثل شكل حرف d نلاحظ اثنين metal plates يشبه شكل حرف d فراح يجيبون البروتوني خلوه بالنص بيناتهم بالهب هاي القاب هذني ال d's راح تربط بجهاز يسمونه electric oscillator شنو فائدة يبدل القطبية ما لذني ال two d's يعني مرة يخلي هاي موجبة ومرة يخلي هاي سالبة مثل ما لاحظ مرة d1 تكون هي الموجبة ال electric field يكون هنج راح يكون اكو electric field في هاي المنطقة ال غاب ببيناتهم مرة d2 هي اللي تكون الموجبة فال electric field يصير بالعكس وجهاز oscillator راح يبدل ببيناتهم تحت هاي التوديز وفوق ها اكو electric magnets يعني مغناطيز الكتروني هنا هاد راح يكون north pole مالتي ومن جو south pole فاتجاه الماغنتيك field راح يكون هيتش الى الاعلى مثل ما لاحظ اتجاه الماغنتيك field الى الاعلى وهذا ال oscillator راح يبدل ببيناتهم موجبة بسالب كل هاي الاجزاء راح تنحط في الجهاز vacuum sealed يعني يفرغوها من الهواء مثل ما نلاحظ هنا vacuum sealed الجهاز يكون يعني ما يكون اي هوا بداخل الجهاز حتى لا تقل سرعة البروتون ولا يفقد من طاقته هنا نلاحظ اللي صار اتجاه الاليكتريك field راح يكون horizontal من الهواء من الهواء واتجاه المغنيتك field يكون vertical فمن راح نحط هذا particle كأن يكون proton أو نكون proton و neutron نحط بالنص من راح يشتغل oscillator راح يكون electric field بين بالgap between the two ds هاي electric field تولد electric force اشوف acceleration راح يصير بسبب هاي electric force فهنا لو نقرأ بالمحاضرة مكتوب particles accelerated in the gap between the two ds اللي هي هنا by the electric field electric field اللي جاي من oscillator ف احنا لو نكمل الفيديو بسبب electric field الparticle راح يحيد عن مساره هنا هو proton موجب فأكيد راح يتنافر راح يروح لما يوصل D2 أو D1 يعني لل D الاخ الاخ راح تختفي كل electric force يعني ما راح تأثر عليه اي electric force و velocity مالتا راح تكون ثابتة بسبب acceleration من نان راح يأثر عليه فقط magnetic force هس اللي راح نشوف ها فقط magnetic force هي اللي راح تأثر على particle هاي المagnetic force مثل ما درسنا بالسادس العلمي بالفصل الثاني راح تخلي particle يتحرك بشكل دائري يعني circular path يحيد عن مساره يتحرك بشكل دائري من يوصل الparticle يطلع من هذا الجزء يكمل نص دائرة half circle يرجع للgap ش راح يصير هو راح يفتر بها الطريقة ب هاي الفرامات راح تصير من يطلع الparticle من هذا الجزء يوصل للgap الoscillator راح يقول القطبية مال 2D مو هذا كان سالب وهذا موجب هس راح يقلب هن هذا سالب من يوصل الهنا راح يسوي هذا موجب حتى شنو هذا الparticle يكمل يروح لهنا لكن شنو راح يكون بسرعة أعلى فالradius مال الدائرة راح يكبر وهكذا يظل يفتر من يوصل للgap يقلب القطبية فراح يتنافر يوصل الhi يظل بهال شكل يفتر الparticle كل مرة يزيد القطر مال الدائرة مال اللي يفترها بسبب زيادة السرعة فراح يظل الoscillator يقلب هن إلى انهيج يظل يفتر يقلب القطبية يفتر آخر شي الparticle راح يوصل الحد معين بعد ما يقدر يكمل يعني بعد ما يكون مكان إلا يكبر أكثر فمن يوصل هذا الحد الparticle راح يطلع من خلال window من خلال هذا window راح يكون بسرعة عالية كل الparticle راح يطلع من الwindow ك accelerated particle حس بعد ما افتهمنا هو شوان يشتغل الجهاز راح نجي نقرأ الشرح وراح يكون واضح لأن نحن شفناه بالفيديو يقول particles are accelerated in the gap between the d's اللي حطيناها بالقاف by the electric field الparticles travels in a circular orbit مثل ما شفناه هاي circular orbit by the action of the magnetic field مثل ما قلنا المagnetic field هو اللي راح يخليها تفتر بشكل دائري polarity of the electric field is switched at the exact time the beam أو particle enters the gap from the opposite direction احنا موقع الparticle كل ما يطلع من هاي الhalf أو ال d يوصل الهنان راح نقلب القطوية ال oscillator يقلب القطوية حتي ندفع على هاي وهكذا ثم لاحظ كل ما يوصل الهن تنقلب القطوية بالسلايد الورا يقول الماغنتيك فيلد confines beam in orbits of ever increasing radii الماغنتيك فيلد راح يخلي البارتيكل يتحرك بيم شي اسمه orbit مساء مدارات الرادياس مالتين يزداد كل ما يطلع لهذا يزيد مالتا ال velocity من يزيد ال velocity يزيد ال radius بسبب فعل الماغنتيك field ال beam is extracted when the desired maximum energy is achieved لما البارتيكل يصل للحافة بعد ما عند أي مكان يكبر هاي maximum energy وصل ال beam مثل ما قلنا يطلع من خلال ال window السايكلوترون is used in radiotherapy اللي يستعملوه بال radiotherapy cyclotron is a fixed energy machine designed to generate proton beams of a maximum energy of approximately 250 mega electron volt and range 38 cm in m this energy is sufficient to treat tumors at any depth by modulating the range and intensity of the beam with energy degraders can be able to be able to be able to and through the depth between the beam that they want to be able to tumour now we're going to move on synchrotron 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 is a large size as we saw in this image it's a whole set of a proton beam of 3 to 7 ميجا إلكترون فولت typically from a linear accelerator اللي هو نفس جهاز اللينك اللي ترسناه محاورة l-IGRT is injected and circulated in a narrow vacuum tube ring by the action of magnets located along the circular path of the beam سن ما نشوف بهذا الشكل هنا راح يكون متواجد جهاز اللينك يطلع منه البروتون بيم ويفتر ب narrow tube أو narrow vacuum tube يعني يكون مفرغ من الهواء على شكل ring يفتر هنا إلى أن يوصل سرعة الضوء راح يفوت بهذه الحلقة لتيوب الشبير اللي يسموه storage unit بالstorage unit يوجد مجموعة من ال-bending magnets اللي هنا ذني الخضر ذني الخضر يخل أن البيم يفتر بشكل دائري يعني ما يخل أنه لو شان ماكو bending magnet راح يطلع هيتش قبل فالبending magnet يخل أنه يفتر بشكل دائري بهاي يسموه storage unit وهو عبارة عن vacuum tube the proton beam is accelerated repeatedly يعني يتم تسريعه بشكل يعني repeatedly مرة بعد أخرى through the radio frequency RF cavity or cavities داخل ذني الماقنيتز أكو RF cavities يعني ذني هنا مكانهم إذا نشوف هاي الradio frequency cavities تعمل على تسريع البروتون beam يعني تسوي له acceleration ممكن تكون واحدة أو أكثر من واحدة موجودة powered هذني RF cavities اللي هنا radio frequency frequency راديوية powered by a sinusoidal voltage sinusoidal voltage يجيكون شكلها هذا شكل يعني sine curve with a frequency الفريقونسي مالتها matches the frequency of the circulating protons يعني الفريقونسي مال RF cavities اللي هي powered by sinusoidal voltage هي نفس الفريقونسي مال البروتونات اللي قاعد تفتر بهذا الستوريج unit بال vacuum tube protons are kept within the tube ring by the bending action of the magnets إحنا قلنا لو ما كان أكو ماجنتز راح يطلع البروتونات هاي تطلع قبل يعني ما تبقى بداخل التيوب the strength of the magnetic field and the RF frequency يعني قوة المجال المغناطيسي الخاص بال magnets وال RF frequency اللي هي خاصة بتسريع البروتونات are 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 increased in synchrony with the increase of beam energy يعني تزداد بالتزامن مع زيادة في الbeam energy يعني كل ما زاد طاقة الbeam راح يزيدون الماغنتيك فيلد ويزيدون الـ RF frequency حتى يحافظون على البروتونات تفتر شكل دائري ما تحيد عن مسارها بسبب هاي يعني انسينكروني زيادون الماغنتيك فيلد والـ RF frequency ويالbeam energy سموا الجهاز بالسينكروترون يعني السينكروترون اسمه من هاي العملية لما الbeam يوصل للانرجي المطلوبة it is extracted يعني يتم تخريجه من storage unit بهاي الصورة يقول لك commercial unit manufactured by hitachi شركة hitachi اليابانية موجودة بهذا الفقر سينكروترون شنو اللي ميز ه على السايكلوترون have a distinct advantage شنو الادvantage مالتها in that they accelerate the charged particles يعني يسرعون charged particle to precise energies needed for therapy يعني الانرجي اللي سرعون بها particles تكون دقيقة بقدر اللي يحتاجوها للثerape in other words the synchrotron is operated to produce the SO BP اللي حتين عليها هنا اللي هي spread out هون هي spread out Brock peak to produce the SOBP beams at any desire depth يعني بأي عمق معين بال tissue without the use of energy degraders يعني ما يقللون الانرجي هم يسرعوها للانرجي اللي يحتاجوها آخر سلايد راح يتحدث عن البيم delivery systems احنا لو نلاحظ بال synchrotron موجودة أكثر من غرفة قاعدة تستعمل نفس البيم فهذا شون تم عن خلال البيم delivery system a single proton accelerator can provide a proton beam in several treatment rooms هنا laboratory لكن ممكن يكون treatment rooms beam transport to a particular room يعني نوديها إلى room معينة is controlled by the bending magnets here bending magnets الحمر سألون نشوف يجي البيم بال bending magnet يطلع من ها الب bending magnet يطلع على هذه الغرفة هذه الغرفة هذه الغرفة that can be selectively energized elektronic magnet يعني يقدر انطفي وانشغله to switch the beam to the desired room يعني إذا انشغله يروح لهذا الروم وانطفي ما يروح لهذا الروم يعبر على الوراء وهكذا there is very little loss of beam intensity in the transport system يعني البيم الانتنسيتي رح تبقى نفسها يعني very small loss ويكون less than 5% الشدة مع البيم تبقى نفسها لكل الrooms تصل تقريبا يعني الrooms يكون فقط 5% the particle beam diameter is kept as small as possible during transport just يعني the particle diameter يبقو كلش رفيع سلو نشوف هذا الخط الأصفر رفيع جدا just before the patient enters the treatment room the narrow beam is spread out to the required field cross section in the treatment head nozzle يعني لما هذا هو treatment head nozzle لما ال patient يدخل للroom راح يكبرون ال diameter مال الشعاع هو يبقو صغير خلال عملية النقل حتى يحفظون ال intensity مالته لكن لما يوصل للroom للpatient يكبرو حسب الشكل مال التيومر جد يحتاجون هم سلو نشوف هذا synchrotron جاي ببروتون بيم واحد متوزع على أكثر من treatment room السلايد الأخير هنا مسؤلفين عليها سابقا يشرح الفرق بين الفوتون راديو ثرابي والبروتون راديو ثرابي الفوتون راديو ثرابي هي يصيب الخلايا الأخرى السليمة بينما البروتون بيم فقط عدلت يومر وما كو أي شي يخرج وهذا المخطط سولفنا عليه بالبراك بيك ولهنا انتهت المحاضرة وشكرا جزيلا